نروح بقى دلوقتي لملف أعتقد برضو مهم جدا هو استعراض مجلس إدارة النادي الأهلي في الاجتماع اللي كان بالأمس البيان بقى اللي صادر عن اللجنة العليا طبعا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد زي بحضرتكم متابعين ملف مفتوح ولسه مستمر بزارة الشباب والرياضة ضمت ايه بقى هنا بعض السادة المستشارين من عضاء الهيئات القدائية لتحديد المسئولية القانونية عن إهدار فرصة مصر في استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطار ما احنا عايزين نفهم ما ترتب كمان على ذلك من خلال أو إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ما بين ممثل القرى المصرية ومنافسه حسم البيان أن المسئولية بتقع كاملة على الاتحاد المصري لكرة القدم لكن دون الإشارة في البيان إلى كيفية استعادة النادي الأهلي لحقوقه المشروعة في هذا الملف والتعويض عن الضرر الكبير اللي لحق به وعليه وبعد أن كشف البيان وبشكل قاطع هنا بكلم حضرتك عن كافة الملابسات بمنتهى الشفافية وحتى كمان لا تتقرر مثل هذه الأخطاء مع أي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري بنتكلم هنا في المستقبل بينتظر النادي الأهلي وجماهيره وكافة المهتمين بالرياضة المصرية قيام الجهات ذات الإختصاص بتفعيل توصيات اللجنة القضائية والإعلان رسميا عن محاسبة المسؤولين عن الإهمال وعن التقصير بخصوص طبعا خطاب الكافوي لترطب عليه في إهدار حقوق أدبية وفنية ومالية لمصر قبل النادي الأهلي كان أعتقد محترم جدا وأيضا طمأنة المؤسسات الرياضية على كل تعاملاتها مع اتحاد الكرة وفي ذات السياق كلف مجلس الإدارة اللجنة القانونية بالنادي بدراسة اتخاذ ما يلزم من إجراءات يعني هنا زي ما بتقيل محققة أعتقد ده تطور في هذا الملف زي ما كنت بقول لحضراتكم من أول يوم أنا وكريم متابعين هذا الملف وقناة الأهلي أكيد لحظة بلحظة بتغطي هذا الملف وإيه جديد فيه والإجراءات اللي بيتخذها كمان الإجراءات القانونية اللي بيتخذها النادي الأهلي لأن إحنا قررنا وقلنا وكابتن محمود الخطيب أكد مش هنسيب حقنا خلاص حصل فينا ده كذا مرة وفي كذا موسم وفي كذا بطولة وكل شوية بنطالب ومن ندد نسجب ونندد ولكن آه بس خلاص حقك كنادي أن أنت تطالب بحقك حقك كنادي أن أنت تحافظ على يعني كمان زي ما بتقال كده حقوق الجماهير يعني مش معقول طب الجماهير برضو يا كريم احنا كلنا بنستاء من حاجة زي كده الواحد بيسأل هو إحنا ليه بنا تساهل لا من نادي أهلي عمره ما بيتساهل نادي الأهلي خلاص كان الأول بنتكلم كده بلطافها بتاع بعد كده بتتكلم بلغة القانون مش هنسيب حقنا فعادي الجديد وإن شاء الله برضو هنوافع حضراتكو لو فيه أي جديد في الأيام كمان القادمة هو العادي أن كل فترة والتانية وارد أن يحصل أمر ناس كتير تشوف أن الأمر ده غريب أو عجيب لكن الحقيقة بقى أن فترة بنتكلم في أمور أغرب من الغرابة ذات نفسها يعني ملف اللي احنا بنتكلم فيه وبنهاتي بقى أن فترة مش قليلة الحقيقة أصلا الموضوع في حد ذاته من حيث المبدأ أغرب من الغرابة يعني وبعدين ما يصحش نكون بنتكلم على النوع ده من الأمور لأن النوع ده من الأمور لا يسيء إلى نادي بعينه اللي هو بلقصين النادي الأهلي في الحالة اللي احنا بنتكلم عليها لا ده بيوسيء أولا لكرة القدم المصرية وثانيا في بعض الأحيان فيه أمور بترتقي للإساءة للدولة ذات نفسها ففيه حاجات ما يصحش أنها تكون حصلة عموما نتمنى أن فعل أو الله ما يصحش كده وحيات ربنا فعلا ما يصحش كده فيه حاجات عيب أن احنا نكون شايفينها ونكون بنتكلم عنها على كل الأحوال لما النادي الأهلي بيدافع عن حقوق المشروعة في مثل هذه النوعيات من الأمور هو بطبيعة الحال بيدافع عن المنطق بيدافع عن المبدأ بتاع تكافؤ الفرص والعدالة والروح الرياضية وكل المعاني والقيم النبيلة اللي المفروض أن احنا نشوفها منعكسة فيه سلوكيات وفيه فعاليات وفيه أنشطة وفيه قرارات وفيه شفافيات بنكون مفتقدينها في بعض الأحيان فنتمنى أن الوضع الغريب ده يعني ينتهي في قرب وقت ممكن